الفصل الأول البداية اعتدت أن أقلق كثيرا بشأن ما إذا كنت أقوم بهذه العملية التي تسمى التربية بشكل صحيح أم لا فقد كنت دائما أقول لنفسي ويتيجد كحليها تعميها يا حنان فأنا أحب طفلاي كثيرا ولم يخلو أسبوع في حياتي بعد أن رزقت بهما من تلك الساعة المظلمة التي كنت أشعر فيها أنني فاشلة على جميع الأصيدة فاشلة في الإبقاء على منزلي نظيفا ومرتبا طوال الوقت فاشلة في الحفاظ على هدوء عصابي فاشلة عندما استيقظت متأخرة عن موعدي بنصف ساعة وراكب ابني باص المدرسة دون أن يتناول فطورة فاشلة عندما لم يستطع ابني حل مسائل الحساب فاشلة عندما أصيب ابني الأصغر بالتهابات في فمه وامتنع عن الأكل لأيام وأيام فاشلة عندما كنت أبكي لأنني لم أعد أحتمل ما علي من ضغوط وأتمنى الهرب أصبحت أما لسبب ما كان يراودني إحساس مقيت أن جميع الأمهات الأخريات أنجح مني خاصة عندما كنت أكون في زيارة لأمي أو أقاربي وتبدأ وصلة من المقارنة بين أطفالي وأطفال العائلة ميم يحفظ جدول الضرب حتى إتناشر زين تكتب جملا كاملة ألف كانت تقرأ وتكتب ببراعة منذ أن كانت في الخامسة من عمرها لم يسني أحد على ابني الذي كان يعرف أسماء العشرات من أنواع الديناصورات التي ربما زاد عدد حروف أحدها عن خمستاشر حرفا ولم يمتدح أحد رسمه لهذه الديناصورات وإصراره على عدم رسم أطفال يلعبون أو حديقة مزهرة وبدلا من ذلك كان يرسم مستعمرة للبشر من عصر ما قبل التاريخ ولم يهتم أحد بتماثيل السلصال التي كان يكونها ويشكلها بيديه الصغيرتين لحيوانات ما قبل التاريخ المنقردة ولم يهتم أحد أن يسأله عن الموسوع العلمي المبسطة التي كان يعقف عليها لساعات وساعات مستلقيا على بطنه على الأرض كل ليلة قبل أن ينام ولم يفهمه أحد ولم يعبأ له أحد وانخرطنا على التنافس على المركز الأول للأم السوبر لأن طفلي كان مختلفا عن الأطفال الآخرين وكنت أنا أما مختلفة عن الأمهات الأخريات كنت أبدل قصارى جهدي في طه ما هو صحي وكافأني ولدايا بأكل كل ما هو غير صحي من شيبسي وبيتزا وكينتاكي فراي تشيكن وكنت أجوب الأسواق بحثا عن أحسن وأرقى الملابس ليعود بها ملطخة بجميع أنواع البقع التي لا يصلح معها أي مسحوق وكنت أعتقد أنني أم كسلانة لأنني لم يكن لدي وقت لقطع توست الساندويتش على شكل نجمة كأم إحدى صديقات ابني لقد عذبت نفسي كثيرا عندما اختفى ابني من جانبي في المول حدث يحدث كل يوم للعديد من الأمهات لكنني تمزقت قطعا لمجرد التفكير أنه بسبب إهمالي قد لا أرى ابني أبدا وكدت أن أنتحر عندما تاهمني مرة أخرى بعدها بشهور لأجده بجوار السيارة في ساحة الانتظار على بعد مئات الأمتار من المحل الذي كنا فيه أعتقد أن جميع الأحاسيس التي شعرت بها شعرت بها جميع الأمهات من قبلي وستشعر بها جميع الأمهات من بعدي وأحيانا كنت أشعر أنني أعيش في حديقة حيوانات مفتوحة وأن جميع حيواناتها تتعاطى منشطات تماما كما حدث في فيلم أفريكانو بطولة الممثل أحمد الساء والذي كان من الأفلام التي حضرتها في السينما مع زوجي أثناء فترة الخطوبة في حفلة منتصف الليل عندها تعالى صوت شخيره يعكس إرهاقه بعد يوم كامل قضاه معي في التسوق والسعي خلفي من محل إلى آخر فخلصت في نهاية الأمر إلى أننا أحيانا نكون أشد منتقدين ومهاجمين والآن بعد عقود من التربية والمحاولة والخطأ أود أن أعود بالزمن إلى الوراء لأجلس إلى جوار حنان الأم الجديدة وأربط عليها وأهمس في أذنيها لا تقلقي كل الأمور ستنتهي إلى خير التربية ليست مباراة أولمبية أثناء الحمل قرأت عشرات الكتب ومئات المقالات وسألت كل من جاءوا في طريقي وأحسست أن لديهم نصيحة نافعة لي لكن كل هذا لم يهيئني مئة بالمئة لما اكتسبته من خبرة أثناء الحمل والولادة وما بعدهما من سنوات التربية ولا أقلل من شأن ما قرأت والنصائح التي تلقيتها ولكنني لم أقرأ أو أسمع شيئا جعلني أشعر بما شعرت به بعد أن أصبحت أما بالفعل على غرار المثل القائل اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار وطوال الوقت شعرت كلاعب السرك الذي يحاول كل ليلة المرور على حبل معلق عاليا بينما يركب عجلة ويوازن خمس كرات في الهواء وينتهي العرض ليعود بالقيام به في الليلة التالية والتالية والتالية وفي معركة اليومية للإبقاء على رأسي فوق سطح الماء والصراع ضد الغرق كنت أشعر بهذه المسابقة والمنافسة بين الأمهات من حولي سواء كنا في مثل عمري أو أكبر بسنوات وسنوات للتأكيد على أن هنا الرابحات في سباق الأمهات السوبر كم تمنيت لو أنني قرأت كتاب الكاتب الباحث الأمريكي جون ميدينا قواعد الدماغ للطفل كيف تربي طفلا ذكيا وسعيدا من صفر إلى خمس سنوات وجملة الرائعة التربية ليست سباقا فالأطفال ليسوا كلاء لنجاح البالغين يمكن أن تكون المنافسة محفزة لكن أنواع منها قد تؤثر على دماغ الطفل تأثيرا ساما فمقارنت أطفالك مع أطفال أصدقائك لن تساعدك أو تساعدهم على تحقيق الغاية كم سمعت من سيدات فضليات أكبر مني بكلتيه وفخر عن مغامراتهن في تربية أبنائهن وكيف أن بنات اليوم لا يمتلكن قائمة طويلة من المهارات والقدرات الخارقة التي ملكتها بنات الجيل السابق والجيل الأسبق وفي ذات الوقت سمعت الأمهات الجديدات يتنافسن فيما بينهن في كل شيء فإذا تحدثت واحدة عن تجربة ناجحة في عالم الأمومة والتربية تسابقت الأمهات الأخرى ياد لإيجاد العيوب في تجربتها بل وإغراقها مثلما غرقت السفينة تيتانيك أما إذا اشتكت إحداهن من زوجها أو طفلها أو حماتها أو أي شكوى أخرى تبارت جميع الأمهات الحاضرات في نيل كأسي أكثر حياة مأساوية أو أكثر زوج مؤرف في العالم أو أكثر طفل متعب وهكذا إلى جانب المنافسة المستمرة بين الأمهات هناك سيد لا ينقطع من الكتب والبرامج والفيديوهات التي تعلم الأمهات عمر الطفل الأفضل لتدريبه على استعمال المرحاض والتوقف عن استعمال الحفاظات وتربية الطفل عبقري أو تشجيع الأطفال على الأكل بعمل أشكال من الخبز كواجه دبدوب من الفطائر المقلية أو البانكيك وهناك طلبات المدرسة من أنشطة لا تنقطع وملابس تنكرية خاصة لحفلة الهالوين ووسائل توضيحية لحصة العلوم وحفظ أغنية أو نشيد معين للاحتفال باليوم العالمي للطفل وعلينا نحن الأمهات أن نكون على قدر المسئولية والبحث المحموم في الأسواق أو على مواقع التسوق عن هذه القائمة السخيفة من طلبات المدرسة وناهيك عن تأمين المبالغ المالية نحن وأزواجنا ملزمون بالصرف على مستلزمات المدرسة والحفلات والرحلات وغيرها وفي نهاية المطاف نشعر نحن الآباء ونحن الأمهات أننا في مباراة أولمبية بعد أن تخطيت هذه المرحلة وها أنا أتأملها معكم أحب أن أبشركم أن أطفالكم لن يصابوا بعقدة نفسية لأنهم ارتدوا نفس الزيت تنكري في حفلتين متتاليتين أو لأنك لم تشتري له زجاجة المياه المطبوعة عليها باتمان واشتريت له زجاجة المياه الأرخص المزينة بسوبرمان مثلا ولن تكبر ابنتك لتصبح معقدة لأنك اشتريت لها شراب كولون بعشرين جنيها بدلا من تسعين جنيها لكنهم سيتذكرون اللحظات التي ضحكتم فيها معا وسيتذكرون اللحظات التي أهناهم فيها وقوضنا ثقتهم بأنفسهم ولن يتذكر أبناؤنا الساعات التي قضيناها في بناء مسجد ورقي لكنهم بكل تأكيد سيتذكرون الصفع التي صفعناها لوجوههم البريئة في محاولة تأديبهم سنة أولى تربية أكدت لي تجربتي كأم أن الحياة بعد إنجاب الأطفال تختلف تماما عن الحياة قبل أن يأتي أطفالنا إلى عالمنا المستقر وتحلو الحياة بهذه الكائنات الصغيرة فضحكاتهم تعطيها طعما لذيذا ولكن في ذات الوقت تتسارع وارتيرة الحياة وفجأة يختفي الوقت في دهاليز وشقوق لا نستطيع تحديدها وتزداد الأعباء وتظهر متطلبات لم نكن نعلم عنها من قبل والمهم هنا هو أن نكون على استعداد للاختلاف والتغيير الحادثين رغم عدم إدراكنا لطبيعة هذا الاختلاف أو مقدار ذلك التغيير والمعضلة الحقيقية في تحديد نوعية التغيير هي أن كل أسرة تختلف عن الأسرة الأخرى ولكن الأمر المؤكد هو أن التغيير سيحدث لا محالة فهذه هي سنة الحياة أن نخرج من مرحلة لندخل مرحلة أخرى أنا كأم جديدة وجدت بين يدي هذا البيبي الصغير الذي يضع على عاتقي أعباء يومية كثيرة وفي نفس الوقت لم تقل أو تختفي متطلبات وأعباء البيت ومشاغل العمل ومشكلات الحياة ومهما حاولت خلق التوازن بين الأعباء المتعلقة بطفلي الصغير والأعباء الأخرى لم أستطع ولكن الأمر الذي خفف من هموم الحياة الجديدة هو وجود زوجي إلى جانبي فقد كنا بحق فريق عمل وكان شعارنا الأفة اللي بودنتين يشيلوها اتنين وللأسف لا يدرك معظم الأزواج ما تمر به الأم الجديدة والخروج من مرحلة الحمل تسعة أشهر ليس بالأمر السهل وكثيرا ما أسمع أزواجا يقولون أن الزوجة ليست أول امرأة تحمل وتلد وأن النساء يقومن بذلك منذ بدء الخليقة متغاضين عن التغيرات النفسية والجسدية والعبء الكبير للغاية النفسي والعصبي والجسدي الذي يقع على الأم فيتوقع الأب الجديد أن تظل زوجته على حالها وأن لا تتغير الأوضاع في البيت أو في حياتهما كل زوج يحلم بهذه الزوجة الشطورة الجميلة التي تستقبله يوميا وهي في كامل زينتها وتحمل بين يديها رضيعهما بملابس نظيفة زي الفل دون بكاء دون سخونة دون غازات تمزق أمعاءه ويتجاهل الأب في كثير من الأحيان دوره كأب ودوره كزوج لذا كان زوجي مشكورا حيث تحمل معي الكثير من الأعباء وأذكر مرة أنه كان يتحدث لصديقه وسمعته يقول له مش عيب أن الأب يشيل ابنه ويغير له البامبرز ويحضر له الرضع لو محتاج مش عيب ده ابنك زي ما هو ابنها وسنة أولى أمومة في رأيي وتجربتي هي أصعب سنة في حياة أي امرأة وهي السنة التي ربما تقود أواصر المحبة بين الزوجين فإذا مرت هذه السنة في سلام خرج الزوجان من المعركة منتصرين بأقل الخسائر أما وإن حولاها لمعركة بينهما سيبل الحب يوما بعد يوم وسيختفي مخزون العطف والرحمة وبعد أن كانت زوجان يخططان لحياة سعيدة وعش هادئ يتحولان لوحشين يريد أحدهما تدمير الآخر لا أدري ما هو الأساس الذي بنيت عليه توقعاتي بأنني سأكون هذه الأم السوبر فقد توقعت أن امرأة بعلمي وتفتحي وذكائي ستبهر الجميع وأولهم نفسها بقدراتها الخارقة ولم أفكر أبدا أن أرفق بنفسي وأن أغفر لها هذه الهفوات والزلات والحاجات اللي بتقع في النص ولم أفكر أبدا أن أضغط على ثقف توقعاتي حتى أقلصها لحد مقبول عمليا وواقعيا ولكن مع الوقت تعلمت من التجربة أن تتناسب توقعاتي مع قدراتي وإمكانياتي المتاح وكان من أهم الدروس التي تعلمتها أن لا أكون وحدي وأن أطلب المساعدة ما تحتكت إليها مع طفلي الأول لم أطلب المساعدة من زوجي لكنني كنت محظوظة به وبتعاونه معي ودعمه لي وهذا ما سهل هذه المرحلة العصيبة ولم يفقدني كامل المتعة ولكنني كنت عادة أخشى طلب المساعدة من الآخرين ولا أدري ما الذي سرع في هذه الفكرة العقيمة بأن لا أطلب المساعدة من أحد في رأسي المتعب المحروم من النوم والراحة ومع قدوم طفلي الثاني كنت قد تعلمت الدرس وأخذت أرحب بكل مساعدة تعرض علي مع طفلي الأول كان عندي قناعة أن طلب المساعدة يعني أنني ضعيفة أو أنني مقصرة في حق طفلي وحق أسرتي وهذا جعلني أئن وحدي تحت عبء كبير وفي كثير من الأوقات كنت أشعر وكأنني حمار يملكه رجل غليظ القلب ويحمله بأشواله وببالات من القطن ربما مرت علي هذه الصورة في إحدى الصحف أو الكتب ويضربه بعصى على مؤخرته والحمار المسكين اللي هو أنا يجب أن يتحمل ولا ينهأ ولا يصدر عنه أي صوت وأذكر يوما جاءت زوجة صديق زوجي لزيارتي وكان ابني يبكي فأخذته بين يديها ولدهشتي نام الولد بين يديها وأذكر أنني قضيت ليلة من أسوأ الليالي أبكي لفشلي في حملي طفلي بين ذراعية وحفه على النوم في هدوء تعلمت وأريدك أن تتعلمي مثلي أن الدعم والمساندة التي نتلقاها ممن حولنا هي جائزة يجب أن نقبلها بسعادة وامتنان فكل أم منا ستجد نفسها محاضة بأشخاص سواء كانوا أقرباء أو أصدقاء أو مهنيين يقدمون لنا الخدمات كالأطباء والممرضين والذين يمدون لنا يد المساعدة والدعم النفسي والمعنوي ويقدمون لنا النصيحة وكلما اتسعت دائرة المساندة والدعم ممن حولنا كلما اعتدى لمزاجنا وتحسنت نفسيتنا ومرت هذه المرحلة الصعبة بهدوء وسلاسة وبشكل لطيف وأنت أيضا عزيزي الأب لست وحدك فأنت وزوجتك ضمن فريق ساندها ودعمها اقبل أي مساعدة لكن كن حريصا عند تلقي نصائح الآخرين ومن ملاحظاتي طريقة تعامل المجتمع مع الأم الجديدة مقارنة بالأب الجديد وجدت فرقا هائلا فبينما تتبار سيدات الكبيرات في تقديم النصائح المفيدة للأم تجدهن يسنين الأب عن الاهتمام بطفله فكم سمعت عن شكاوي من أمهات صغيرات كيف أن الحما تسني ابنها عن مساعدة زوجته في العناية بطفلهما وكيف يريد الجميع من الأب أن يسترجل ويدي مراته فوق دماغها علشان تعرف مقامها وإن أمعنا النظر في مجتمع الأصدقاء فما يقال في أعدة الرجال أسوأ وأضل سبيلا من أول النصائح الجنسية الخاطئة إلى الكذب والمبالغات التي يطلقها الرجال ليؤكدوا على رجولتهم أذكر يوما كان أحد أقاربي يحكي عن مديره الذي أفش وهو بيغسل المواعين ليتبين بعدها بشهور أن زوجته كانت مصابة بالسرطان وأنه كان يساعدها ويرعاها وهذا الرجل بالنسبة لي أرجل ممن سخروا منه حتى وإن كانت زوجته سليمة لا يعيب الرجل مساعدته لزوجته فمن أنت لتتعامل على أنك أحسن من نبي الإسلام الذي كان في خدمة أهله وكان يقوم ببعض الأعباء المنزلية لمساعدة زوجاته وليس على الأم الصغيرة إلا أن تطلب المساعدة من زوجها أخبريه بما تريدين منه أخبريه أنك تحتاجينه حصنا وأمانا وسندا في تنشئة أطفالكما ذكريه بدوره كأب وقدوة ولكن تذكري وأنت تطلبين منه ما تريدين أن تكوني ناعمة وأن تطلبي بأدب ورفق وتطلبي دون احتداد أو هجوم أو اتهام له بالتقصير فكما تخوضين التجربة لأول مرة يخوضه وهو أيضا لأول مرة مثلك وربما قد يكون متشربا بمفاهيم خاطئة ومورثات بالية ولم يرى قدوة تستحق أن يقتدى بها لست وحدك ولست وحدك ربما تعني طلب المساعدة في بعض المواقف ولكنها تعني أن نأخذ كل ما يقدم إلينا من مساعدة ونصيحة بعقل فاحص فهناك الكثير من النصائح التي تلقيتها وكانت نصائح تودي فدهية وكانت أغلبها مغلفة بالنية الحسنة مما لا شك فيه ولكننا نختلف في التفكير وفي الاحتياجات الجسدية والنفسية والنصيحة التي ربما تصلح لأسرة قد لا تصلح لأسرة أخرى وكذلك هناك الكثير من المعتقدات والمورثات التي ثبت خطأها مرجحة المشاعر أتذكر جيدا مشاعري في تلك المرحلة كأم جديدة فقد كنت دائما أشبه حالتي بحالة شخص يصاب بالدوار بسهولة ويجبروه على ركوب القطار الإفعواني أو المرجحة الضخمة في مدينة الملاحي وبعد أن ركب هذه المرجحة أجبروه على دخول بيت الرعب فوجد نفسه في نهاية اليوم في حالة إعياء شديد يرتعد خوفا وهكذا كنت أنا كأم جديدة خائفة ومرحقة تطلب الأمر مني الكثير من الجهد حتى بدأت في تقبل مشاعري المضطربة ولم يكن الأمر سهلا على زوجي بالطبع فأنا كأم وجدت نفسي أمام مسؤولية كبيرة وأمر لم أشهده من قبل ووجدتني ملزمة على التعامل مع هرموناتي التي انطلقت على حل شعرها تعمل ما بدى لها ومشاعر سلبية من خوف وملل ويأس وضيق ناهيك عن التعب الجسدي ووجدتني أقع في بئر اكتئابي مع بعد الولادة وهالني إحساسي الفضيع بالذنب تجاه مشاعري المضطربة وعلى استحياء صارحت زوجي بأنني ما قدتش مستحمل عياط وريح الترجيع وهكذا تاهت مشاعري الإيجابية وفرحتي الجميلة بطفلي الأول وثمرت حبي بين أمواج عاتية من اعتلال المزاج وتقلبه ولم يكن الأمر سهلا على زوجي بالمرة فقد تلاشى حلم البيت الهادئ والزوجة الجميلة اللي زي النسمة واستبدلت بأمنا الغولة المنكوشة ذات الهالات السوداء ووجد زوجي نفسه في المركز الثاني بعد أن كان في مركز الصدارة وكان عليه أن يحافظ على صحته البدنية والنفسية حتى يمكنه التركيز في العمل والحفاظ على وظيفته حتى يستطيع شراء أطنان من الحفاظات وعشرات العلب من حليب الأطفال وأن يتعامل مع حم الشراء التي أصابتني ودفعتني إلى شراء كل لعبة تقع عليها عيناي وكل قطعة ملابس تلمسها يدي الأطفال عبء كبير عبء مالي وعاطفي وجسدي وفي الأسر التقليدية يقع عادة العبء المالي على كاهل الأب بينما تتحمل الأم العبء العاطفي والجسدي ولكن أسرنا لم تعد أسر تقليدية مع كل تحديات العصر الذي نعيشه ولذلك أحيانا نتندر أنا وزوجي أننا من شهداء الواجب وأننا يجب أن نتقاسم كل الأعباء معا فسريعا ما تعلمنا أن تبادل أوقات الراحة لا يجعلني أحترق كشمعة كما تود معظم الأمهات تصوير أنفسهن وأعطى زوجي القدرة على إنشاء هذه العلاقة اللطيفة بينه وبين طفلنا الرضيع كما ساعدنا تبادل الأعباء على خلق حياة زوجية مثيرة وليست باحثة بأي حال من الأحوال لقد مكنتني هذه الفرصة الرائعة من أن أقضي بعض الوقت في العناية بنفسي كمرأة ونفس الوضع بالنسبة لزوجي حيث قلل التعاون والتفاهم إلى حد كبير هذه الأودية والقيعان في مشاعرنا وهذا ما جعلني أما أفضل وجعله أبا أفضل لابنين وساعدنا كذلك وضع روتين يومي على إدارة تنك الطاقة وبالتالي تنظيم مشاعرنا والأهم هو أنني شعرت أنني حاضرة اللحظة كالهاتف المتاح حاليا للتواصل مع زوجي وأطفالي ورغم أن أطفالنا عبء كنت أيضا أفكر هل نحن أيضا عبء عليهم في بعض الأحيان وهل نضغط عليهم وهل نعاملهم بالأسلوب المناسب لشخصياتهم وكيف يؤثر صراخنا عندما تضطرب مشاعرنا على شخصياتهم الهشة فكم تساءلت مثل هذه الأسئلة وحاولت ملاحظة تصرفاتي وردود أفعالي في المراحل المختلفة لحياتنا معا وكم لاحظت تصرفاتي وتعاملي معهم وأنا متعبة أو تحت ضغط العمل أو تحت ضغط نتيجة لمشاكل عائلية وعملت كذلك على بعض الردود المعلبة التي يمكنني أن أستخدمها لتوجيه طفلايا قبل أن أنفجر فيهما كلغم ملقى في حقل منذ الحرب العالمية الثانية وهذه الردود مثل أنا متعبة الآن اذهب إلى غرفتك وقرأ قليلا في كتبك أو أنا مش مركزة ممكن نتكلم بعد شوي وكنت أعطي نفسي مدة محددة أقضيها في محاولة التعامل مع مشاعري المتأرجحة وكنت كثيرا ما أستعيد ذكرياتي عندما كانت تعتري أمي نوبة من نوبات الغضب أو عندما كانت تشعر بالتعب والألم وحللت كيف كنت أتساءل ما الذي فعله ذلك في شخصياتي صراخها أو بكاؤها أو انفعالاتها المتأرجحة لم تكن مفهومة بالنسبة لي كطفلة العناية الجيدة بالذات ضرورية خاصة ونحن نأتي من عائلات ومجتمعات لم تتعلم إدارة المشاعر بل ونبرع في تضخيم الجرم الذي تتحمل أي أم أو أي أب يمنحان نفسيهما فرصة للراحة والهدوء واستعادة الطاقة ولطالما نظرنا لهما كأشخاص أنانيين أو غير طبيعيين كلنا نجد أنفسنا في بعض اللحظات مثقلين بالهموم أو الاعتلالات المزاجية لأسباب متعددة مثل لخبطة الهرمونات ونوعية المأكولات التي نأكلها ومشاكل التواصل بين الأزواج والعطش للحب والرومانسية والعلاقة الجسدية الحميمية كلها أسباب تجعلنا مذبذبين بين مشاعر سلبية وأخرى إيجابية وعلينا كأمهات وآباء أن نصارح بعضنا البعض ونقدر أحاسيس الآخر دون إصدار أي أحكام وعندما نفهم سبب المشكلة سنتمكن من إيجاد الحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر